كلنا متابعين وكلنا عارفين أن درجات الحرارة في فصل الصيف هذا العام هي الأعلى على الإطلاق طبقاً لتوقعات خبراء الأرصاد قالوا أن درجات حرارة الخاصة بفصل الصيف 20-24 هتكون الأعلى على الإطلاق يعني لم يسبق لها أن كانت درجات حرارة بكده جو كلنا شايفينه عمل إزاي؟ كمان بقالوا كاميون واضح جداً أن الجو هيكمل معنا للأسبوع اللي جاي وحتبقى ذروت درجات الحرارة في الويك اند في نهاية هذا الأسبوع يومي الخميس والجمعة واللي حتتخطى فيها درجة الحرارة 43 درجة مئوية في الضمن فما بالك بقى اللي حيمشي الساعة 2 ظهراً تحت حرارة الشمس طبعاً جو صعب جداً جداً مصطفى ومشكلة بقى مش في درجة الحرارة كمان المشكلة في الرطوبة المصاحبة لدرجات الحرارة المرتفعة هي أنه خبراء التقس بيقولوا أنه ده أو هذا الارتفاع في درجات الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي وده أقوى منخفضات الصيف وبيسيطر على مناطق كبيرة من شبه الجزيرة العربية كمان مصر زي ما قلت لحضراتكم مع نسب الرطوبة العالية كمان ده بيخلينا نشعر أكتر بارتفاع درجات الحرارة ممكن كبير الرطوبة مصطفى كتعالية قوي مبارح ده حقيقي جداً وكلنا ملاحظين أن ده بيعمل نوع من أنواع ضيق التنفس إضافة لمنخفض الهند الموسمي والمنخفضات اللي جاية كمان من عدد كبير بيقولوا أنه فيه يعني نوع من أنواع تضارب الموجود بيقولوا أنه تبقى موجة فوق موجة فيه حاجة جديدة كمان أنه فيه بركان في إيطاليا جايب الغبار بتاعه لمنطقة بتاعتنا البركان ده موجود فيه سقلية وبيقولوا أنه هو مشبع بغاز سني أكسيد الكابريت وده اللي يمكن بيعمل الاختناق في الجوة يعني أنا بتكلم كلام علمي طبعاً واضح أنه هو كلام يعني بيوصف الحالة اللي احنا فيها أو فصل الصيف اللي احنا فيه بالإضافة كمان لموضوع التنفس واضح أن الصيف ده معظمه كمان هيبقى موجة تحر احنا ما بنلحقش زي ما قولنا بنخلص من موجة تيجي موجة اللوقتي فيه منخفض اسمه منخفض الهند الموسمي لازم نتأقلم على هذا الأمر طوال فترة الصيف ايه مصطفى يعني ديق في التنفس وديق خلق كمان الواحد بيقوم تعصب جداً احنا بنشوف مع الحر ونسبة الرتوبة العالية دي حقيقي الشخص حتى مش قادر أنه هو يمارس مهام عمله حتى بشكل يعني سالس زي ما بيكون درجات الحرارة معتدلة وغير بقى موضوع دي ونحاول أن احنا نتعامل مع الجو وكده لازم كل شخص فعلاً بقى ياخد احتياطاته وإجراءاته الوقائية ويبتعد على قد ما يقدر عن التعرض المباشر لأشعة الشمس نشرب ميا كتير عشان ما نتعرضش للإجهاد الحراري نحاول أن احنا على قد ما نقدر يعني نبعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس زي ما قلت لحضراتكم وياريت وصيتي الدائمة يا مصطفى طول الوقت خلوا معيكوا في العربية زي زماية خلوا معيكوا في العربية على قد ما تقدروا بعض المراتبات اللي ممكن تساعدوا بيها الناس في الشارع اللي بتضطر أنها تعمل تحت أشعة الشمس مباشرة لأنه حقيقي الجو بيبقى صعب جداً 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 وعلى قد ما نقدر نساعد بها طبعاً ربنا يهون حر الشمس على السعين والناس البسيطة والناس اللي بتشتغل تحت أشعة الشمس رجال المرور والناس اللي بتنزل لشغلاء طبعاً وأعمالها بتبقى يعني مضطرين هما يتعرضوا لأشعة الشمس ومتعرضين للحر بشكل مباشر ربنا يهونها عليهم يا رب ومرة تانية يريد ناخد بالنا لحد ما الموجة دي تعدي نحن متعودين على الحر الصيف بس وضح أنه الموجة الحارة زادت شوية فما قدمناش حال غير نحن نتعامل معها على قد ما نقدر مرة تانية بنسبح على حضراتكم جميعاً صباح الخير والسعادة وصباح الخير يا مصر